استثناء العراق من حظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقرار تنفيذي جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار ردود أفعال إيجابية لمحللين سياسيين ومتابعين فالبعض أوضح أن القرار يحمل رسائل لتوطيد علاقات استراتيجية اقتصادية في مقبل الأيام وعلى الطبقة السياسية الحالية استثمارها بمعنى هذا أن هناك علاقة استراتيجية قائمة في قادم الأيام ولا تكون فقط علاقة سياسية ربما استطور إلى علاقة اقتصادية بعد تسريبات خبرية بدخول الشركات الأمريكية بما يسمى النفط مقابيل للأعمار بمعنى هذا نحن الآن أمام مرحلة جديدة في تاريخ العراق السياسي التي يجب أن تستغلها الطبقة السياسية ولم يذهب مراقبون بعيدا عن التحليلات السابقة حول تبعات إصدار هذا القرار وأضافوا أن العراق ما زال ضمن الحاضنة الأمريكية بعد تنفيذ اتفاقيات استراتيجية ثنائية قبل ست سنوات من الضرور أن يرفع العراق ويكون هناك علاقات جيدة مع العراق باعتبار أنه العراق لا زال هو من ضمن الحالة الأمريكية وأن أمريكا هي أنه الشخص الذي سوف يدخل بكل قوة إلى الساحة ويستثمر وكذا إضافة إلى أنه ترامب هو يفكر بعقلية التاجر المواطنون من جانبهم تفاعلوا مع قرار رفع الحضر عن العراق وإخراجه من دائرة الاتهام بين الدول الست الباقية المتهمة بالإرهاب كونه يحارب تنظيم داعش نيابة عن العالم رفع الحضر عن العراق أو استثناء العراق من هذه الدول فهذا نطاق سيكون إيجابي أولا في خصوصا العلاقات بين البلدين نحن لا ننسى أننا نخوف حرب ضد الإرهاب ومن خلال هذه الحرب هناك علينا أن نقول أننا نحتاج إلى الدعم الدولي بكل المقاييس قرار يحتبر انتصار للعراق العراق جاء قاتل نيابة عن العالم وتربطنا بين الولايات المتحدة مصالح مصالح اقتصادية، مصالح تقافية، مصالح تجارية، مصالح تربوية علمية وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا على لسان المتحدث باسمها أحمد جمال عبرت فيه عن ارتياحها للقرار التنفيذي الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب زياد نهاد الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر